بعد قصف القوات التابعة للمشير خليفة حفتر ميناء طرابلس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تعلق مشاركتها في محادثات تستضيفها الامم المتحدة لوقف اطلاق النار في ليبيا فايز السراج رئيس الحكومة الليبية قال ان الحديث عن استئناف مفاوضات السلام تجاوزته احداث على الارض استمرار الاعتداء طيلة عشر اشهر للاسف المجتمع الدولي مازال يحاول استرضاء الطرف الاخر ويتعامل معها كامر واقع وهذا يعطاه موافقة ضمنية على ما يقوم بها وعلى الاستمرار في ما يقوم به نحن كون حكومة وفاق تعاوننا طيلة المدة الماضية مع كل الاتفاقات لوقف اطلاق النار للهدنة من جانب اخر قالت وكالة الاعلام الروسية ان وزير الدفاع الروسي اجتمع مع خليفة حفطر واتفق معه على ان التسوية السياسية هي الخيار الوحيد في البلاد وانهما اتفق معا على انه لا بديل اخر لحل الازمة الليبية سوى الحل السياسي وكانت الامم المتحدة تستظيف في جونيف محادثات لوقف اطلاق النار بين ضباط من حكومة ترابلوس وقوات حفطر محادثات نسفها قصف قوات حفطر مناء ترابلوس التي بررت ذلك بانه استهداف لسفينة تركية تنقل اسلحة واتضح لاحقا انه قصف لمستودع للذخيرة وخلف ثلاثة قتلى وعددا من المصابين